قالت هيئة الانتخابات الجزائرية إن نتائج الأولية لانتخابات الرئاسة أظهرت فوز رئيس عبد المجيد تابون بفترة رئاسية ثانية بحصوله على نسبة 94.65% من الأصوات ووضحت هيئة الانتخابات الجزائرية أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية جرت بنزاهة وشفافية ووقفنا على مسافة واحدة من كل المرشحين في الانتخابات الرئاسية اشتركوا في القناة